الراديو 9090 عدب جديد صوتي كان من حاش خباركو ايه معلمين كويسين حلوين منعنشين مستعدين وانا كبان يلا بينا ثلاث ساعات هنزلزل الزلزين وهنفرح وهننتعش وهننشكح وهنعمل كل حاجة حلوة للمعلمين وبس من هنا والحد ساعة ثلاثة صباحا كلام معلمين الجوع يرحبكم ايش عندنا الليلة؟ عندنا سريعا كده عندنا اساميكو يلا ابدأوا بعتوا اساميكو في المعلمين وصلوا على رقم الرسائل 1-99 او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090 او بالعربي الراديو 9090 الفيسبوك صفحة فيها 4 مليون وانت طالع ويلا بينا المهمة القومية يا فيسبوكين يلا المهمة القومية ديكو ثانية اتنين تلاتة ادخل على الفوست بتاع الحلقة حالا وعمله شير وانشره في كل مكان ولايك للفوست لو لسا ما عملتش وعمل شير حالا حالا بالا 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 شير للفوست التويترين يعني نهاردة التويترين تريند اصلا من قبل الحلقة ما تبدأ الحقيقة بسعى ونص واحنا تريند على تويتر معلمين الجمعة الراديو 9090 ده الهاشتاج بتاعنا على تويتر الانستجرام الراديو 9090 E L R A A D I O 90 غير المعلمين وصلوا عندنا اخبار على طريقة المؤلم كمان عندنا نهاردة سؤال كده زريف من الاخبار هندردش مع بعض فيه ونهاردة عندنا فعورف مين يا جدع يا جمعة فعورف مين يا جدع يا جدع ومين بص فيما لا يعني ونحن طول عمرنا نسمع من تددخ تددخ لا 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 فيما لا يعني النهاردة من بص فيما لا يعني ونشوف هيحصل ايه من فعورف مين يا جدع يعني ان كان عندنا وقت ان شاء الله النهاردة يكون عندنا انتفين يا معلم والختام كالعادة كان يا مكان انتشروا في كل مكان وبدأوا بعثوا الاسامي نحن عندنا الكوميدي والميكس وبعد كده هناخد الاسامي فبعثوا يا الله اسامي ونورونا على الفيسبوك يلا وشير زي ما قلنا للفوصل بتاع الحلقة وعلى تويتر يلا طلعوا بينا للتريندة احنا على التريندة اصلا ولكن نطلع لفوق فوق 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 والانستجرام والكل الوسائل للتواصل معنا وبتسم انشكح انسى كل حاجة من زعليك انسى اي حاجة من دايقك احنا جايين علشان نخليك تتبسط وتنبسط وتنبسط على الاسم الواحد بقى عايزة دون فرصة يا جمان دون فرصة نقول حاجة بقى قدونا فرصة نقص في جبهات بقى قدونا فرصة بقى قدونا فرصة اتفضل تكلم يا حضرات المستشارين يا سيد الرئيس مستشارين ايه؟ المحكمة مفيقاش مستشارين ومالو يا حضرة القبي كل شيء فضلتك ارجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات يا سيد الرئيس قضيتنا اليوم هي قضية الحق ولقد ظهر الحق وزهء الباط ان المتهم الواقف امامكم خلف القطان الحديدية مكرم اسيم وقاتل دئيم اعتدى على الشرط والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون قتل حقوق الانسان التي والذي تكفل بها مجلس الامر قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية قتل الاخلاب قتل الشرط قتل المدني والمعبار قتل اولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا فلذلك ولكل هذه المجال اطلب من المحكمة ان تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالاعدام شنقا المعزون جيه المعزون جيه المعزون جيه طب الحمل ايه يا فوزيه بتاعياتي ليه يا فوزيه بصراحة 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 انا وحنفت خانينا مبرح مع بعض يا حلاوتي او ربانه كلمة مني كلمة منه شتمنا بعض قال لي ابوك وعيلتي قلتولي امك وامين امك جابني المدالقة بانصور فراميان ودفلك واشه قلتولي مش عايزة اشوف خلقاتك تاني سور يا بابا واجيب عوالم سور يا بابا ودخل المعزون لحد ما لقيتك السونة ما قولنا سوري بقى واترفناش في عشاتنا اصلو اصلو حاول ينسك ايدي يا بابا له من ساعة ما خطبت من سبع سنين مكانش لسه مسك ايدي يستجري ده نقطة قطعتهالو كنا ماشيين في الشارع كده وفيه عربيات ماشية بسرعة كتير وفاجأة رح ماسك ايدي القهبي عديني كنت سيبيه يمسكها يا بابا كنت سيبيه يمسكها يا بابا ده حتى ايدي كان شاف من ايده يمكن كانت تطرف ايده طب اتفضل اهو ماجاش اهو تقدر تقولي كانت تبعيسه معيتي دلوقتي لو كنت سيبته يمسكها ايو هتكوني لما مسك ايدك صوتتي كدهو يا بابا كدهو كدهو امم 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 قال لهم دمراطة يا ناس يا عالم دمراطي الـناس قالت ها.. أنا قلت له لقد دفق أصويت شو أنا مش مراطق الـناس قالت هااااا hemosه subscribe إيه ة يا اله الأمر كانت صغرا في جيلك يلا بينا نبدأ كلام معلومين والميكس نهاردة ميت باي يونس يلا بينا والاجواء الميكس المرة اللي فاتت الميكس اللي عملته اللي قبل الفاتت كان فاكرين كان في قونة تاكس الحمام كان عجيب الحقيقة والنهاردة اوادتكم الدنيا اعجب واعجب واعجب بس هترقصوا ما تقلقوشي خلص يلا دلوقتي بقى عيشوا مع الميكس وابعتلنا اكبر عدد بقى من المشاركات بقسميكوا علشان نقراها على الهوات وابعتلنا اسمك او اسمك على الفيسبوك على صفحتنا الراديو تسعين تسعين يلا في البوست وشير ولايك للبوست حالا وعلى تويتر معلمين الجمعة على الراديو تسعين تسعين وانطلق بالترند واكتب كالعادة انا باسم مع احمد يونس على الراديو تسعين تسعين وبرنامي الكلام معلمين من واكتب الويب ساعت علشان نستعرفها www.9090.fm يلا بعتلنا اسميكوا ونبدأ مع بعض ميكس الجمعة لان ا saben se los are five او من عمليه كويسين يعني خاصته ما في الكفاية وهنا كلنا برضو خاصينا الحية ولكن اي رب انا مبسوط ان الميكس الجمع بتاعتي بتعمل اجواء اي مع جرام الجمع فرط الحية الحية طب انا عايز اقول لكم حاجة انا الميكس اللي كنت مجهزه في مرأة غير اللي انا لعبته والله العظيم غيره تماما هو كده يا عارف بتيجي برزقة انا جاي ومردت بحاجات تانية خالص واغاني بقى تمانينات على مش عارف ايه ففجأة طلبت معايا عدوية وطلبت معايا حاجات شعب كتير والدنيا طلقت كده هو ده بقى جو المعلمين عشان انتم بتشجعوا الواحد انه يعمل احلى حاجة الحقيقة يا ريت بس تكتبوا على تويتر علشان الناس بتقول الألمات او يبسايت فيها تهنيجة اكتبوا للناس ان هما يسمعونا على النيل سات يعني وتردد الازاي على النيل سات يعني يعني اكتبوا للبقى يا جماع على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام عرفوا عشان المعلمين انه بش عارفين يوصولولنا يسمعونا على الراديو العادي جدا او على النيل سات يا لابينة رشückt اسامي Юئك improvimentsنا كثير وشه examination الحقيقة تعالوا نسلم مع الناس المشاهياصة اللي صحية معنا نبدأ بالأسماس على واحد تسعين تسعة ملك الرعب سيد الأشباح زعيم التخويف عماد جادكو وخلود يحيا ونوجة الأهلوية ومصطفى حسين سحس وصباح الخير نادا كافي وفوسي ناصر وخلود يحيا وجرجس كنت عايز أسمع أغنية فيلم الهرام الرابع حاضر فيه كمان كيرو المعلمين عايز أسمع كذا حاضر عمر مجنون يونس أهلا يا عمر صباح الخير نادا يسعد مساكي يونس حلوة موسيقى البداية كل حلقة هيصنا النهار ده بقى أنا أصالة إيه رأيك أصالة في اللي حصل فيه كمان آآ 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 لما قلت اسمي عاليا ما بحبش حدي نديني به أنا اسمي علياء حاضرين آسف لا بس عجبني طب والله كويس ماشي لا بس هقولولك بالطريقة اللي تعجبك يا علياء نقي كده هتكراهي علياء فيه تحول نفسي أعرف ليل معاد بتاعكم متأخر قوي لأننا احنا بتقع الليل وآخره احنا ما بنعرفش احنا لو طالنا بالنهار نتحرق يا مش محمد بدوي يا يونس يا عسل أنا بعش أحمد السقى آآ روايدة ماشي روايدة أحمد الأهلاوي وهبة ومحمد سبعاوي والميدو الكبير يوسف حافز آآ ديلر آآ منورنا وديلر المعلمين أنا أخدها بأنه بيتعامل عادي يعني مش لازم المعاني الوحشة طريق المصري رئيس جمهورية المعلمين يونس آآ ايه؟ عملنا هاشتاج ليوم الحد اسمه لازم من يونس لازم تشوفه لا ده اللي اتعمل أسبوع اللي فات شفته طبعا شفته 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 أمل علام من أعصابة مجانين يونس أهلا يا أمل رضوى نجمة المعلمين أهلا وسهلا باش مهندسة المعلمين المكس روع شكرا منعم هلال تريكة المعلمين رضوى نجمة المعلمين يا مكساتك اللي تجنن ريهان سكرة المعلمين معلم تفشان القهوة كاسبر وصباح السبانخ رئيس فرلمان المعلمين آآ يونس آآ فيه كمان ادعو الماما علشان تعبانا ربنا يطمنك عليها يا رب يا أستاذة آآ فاطمة مناش فيها يا رب بشوي وكريم المعلمين ثانوية كمان منازل أصلا نسمعها حاضر مينا ميكي المعلمين وهبة هبابة المعلمين وعيوشة المعلمين شادي مطرب المعلمين محمود كاتب المعلمين حسين عاشق المعلم آيا عليشجو رفية المعلمين شيكو جيتارست المعلمين نور كريزي المعلمين سارة فؤاد وأيا مصدومة المعلمين ميدو الكبير وصبح لي على يارح عقودة المعلمين أحمد الأهلاوي عبدالهادي المعلمين حاضر نسمعك مونير اكيد يمكن تقريبا اللي جاي كمان شوية يبقى فيه مونير حتى الليلة يا سامرة حاجة بكده من العناشة بهادي عمل ايه روحي يا اخي ربنا يسعدك زينا بتسعدنا الله يكريمك يا ريهام الله ومأمين ربنا يسعدكو جميعا محمود الاخ لا مش عارف اقرأها اكتبها لي لان مش عارفها يا محمود مش عارف النطق ايه الصح اللي يسعدك محمد جاكسون من نوري حمادة ريوان رقيصة المعلمين اهلا وسهلا دخلنا في مواهب جمعة محمد جاكسون كمان بيقول اسمي مرة قبل موت يا عم ربنا يديك الصحة وطلط العمر يا عم ان شاء الله ميدو العجيب انا وصوتا انا شفتك يا ميدو النهار ده حبيبي فيه كمان يا خبر سويد لا يا خبر ربيض كنت بسمعك يا يونس فعلقهوة وكنت بسمعك في راش اور وبدري من يومك وجيت اسمعك على الراديو تسعين تسعين علشان مش عارب ربنا يخليك انت راش اور ده البرنامج ده انا قدمته قدمته منه تلات حلقات طب هسيب الناس تحاول تعرف هو اي راش اور ده قدمته وكان فين لان يعني اللي بعت رسالة يعني انا بحيي متابعتك او متابعتك يا ماي ماي مين يعرف انا قدمت برنامج اسمه راش اور كان فين بقولكو برنامج قدمته تلات حلقات بس وماكملش او تقدم يعني مش مش سجلته او خلصته وما تزعش لا ده تزع منه تلات حلقات بالفعل يعني وكان على الهواء خلو دي يا حياء وبصبح على ملك الرعب يا بشر ربنا خليك ونوجه الاهلوية طيب نروح ناخد الانستجرامويين يلا انستجرامويين اكتبوا وشرفونا يلا بينا يلا 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 بينا يلا يلا ندع لا ده ده الفيس بوك لسا ندخل على انستجرام محمد وايت مصرع المعلمين علاء ياسر ونرهان الحسيني ولوزا وطريق الشامل ومهند وشام رباع رباع محترف المعلمين او رباع مصطفى شهايب شهي المعلمين او مصطفى شهاب عبد العفيفي مستشار المعلمين غاد عبود شهي ناوي المعلمين تقى السيد روكا العطار قطة المعلمين طهر العبد عمر اهلاوي المعلمين مارلي اوزعة المعلمين وسمر رقفة وامنية عطف وهدير اوزعة القهوة وباسمها لها حارون ونهند كورية المعلمين وهجر ملكة المعلمين وميداوي المعلمين ومونيكا ونورة مجنودة المعلمين وكينج المعلمين ودود يم وزة المعلمين يعني تمام ماشي مش ما يحب الاسم ده الحقيقة وعمر ياسر وندود ومعلم المعلمين شكرا علاء سيد اللي كاتب الدفتر هلأيزين بقى نزوده سيكا علاء اذا سمحت فيه كمان نروح على انا هقرى شوية من الانستجرام حالان يلا ادخلوا حالان وعملوا فولو للراديو تسعين تسعين على الانستجرام وكتبوا اسموكو يلا عشان هقرأ ساميه تانية عساعد علاء في اللي كاتبه جمال ناصر وروكا اسراء روكا اسراء 915 مونير اماني ايا جماعة انتم عاملين يبقى نجيبها اماني مونير ونورة هاني ومهووسة المعلم انا هنا نادا يعقوبية المعلمين صباح العنب من الاء مترجمة المعلمين ابريئة المعلمين فرق الزمالكاوي علي سليم المعلمة سيكسيكا ساوراجي تبتكتبها بالقاس مش تيقش فاتن علاء صباح الخير من ماجي ويارا حبوبة المعلمين وهاجر وانوشكة فيلسوفة المعلمين وميادة سقر وتاطر روش ودالي احمد ونادا روبي لسه برضو بناخد من انستجرام الراديو تسعين سعين ومنقرى شوية اسامي من الناس الجميلة نورهان جوهر ومونا معلمة تجارية معاك وبسلم على نادا طهام كباية المعلمين يوصل السلام بسمعك من خمس سنين يا يونس راش اول لا معرفوش والله انا نفسي استغربت مية بس مية 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 من كنافة المعلمين المعلم المكواجي امير ابو العطى امل محمد احمد الشريف جمال من اسوان منورنا يا جمال واهل الصعيد واهل اسوان وكل الناس الجنوب الجميل منورين كلام معلمين ومنورين الراديو تسعين سعين في كمان تاتا الروش منورنا يا تاتا يلا بينا نسمع بقى شوية مزيكة كمان واغانيو لسه عايشين في مود الجماد الجماد الجمادين 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 وعايشين في الاجواء الحلوة والمسحصها يلا بينا ابعتوننا اساميكو على رقم الاسمس 91 أسألها خلاص بقى ناخد منها على الفيسبوك راديو 9090 يلا شير يا جماعة ولايك للبوست عايزين الليبوست بتاعنا هرده يبقى علامي بالشير وباللايك وبالكومانت يلا على الفيسبوك يلا شير للبوست بتاعنا و اكتب اسمك و الناس اللي على تويتر حالا الهاشتاج بتاعنا معلمين الجمعة على الراديو 9090 اكتب اسمك وانطلق بالهاشتاج الى المرتبة الاولى يلا بي نقشرين عينك على اللي رايحة أو على اللي جاية كلام معلمين على راديو 9090 واو عتنام مفيش نوم الناس مصحصحة والدنيا اخر شغيصة فخليك معنا مصحصحة معلم معناقر اسامي ونرجع تاني المودل مصحصحة والمعلمين منشكحين ومبسوطين ويقولوا استمر يا دي جي يونس وخلينا نعيش ونعرف يعني ايه برامج المكسات اللي بجد كلام معلمين على راديو 9090 ودينا بقى شوية اسامي اسبوكين يلا نبدأ بالتواتر يومينا يا يوشتينة يا يوشتينة يا يوشتينة ونقرأ وجيتي ونورتينة نقرأ من الهاشتاج بتاعنا يلا اكتبوا أسميك ويلا على الهاشتاج بتاعنا معلمين الجمعة على الراديو 9090 ميرو مرعوبة المعلمين ايا سكرية المعلمين سندرالا امي اوي اس وعلي سليم وابو فريد و ايا جمال ونادى يعقوبية المعلمين مطفع رمضان المعلمين يا حيا سباح المعلمين عمر الصالح محسن موذيع المعلمين مروان اوي اس مكداوي المعلمين مريم ابريئة المعلمين هبا حسن وكريم أشرف ونسمى محمد وهندى أحمد ومنا المرعوبة ديروا ديركشنر المعلمين وميدوا العجيب ومياد السقر وانا عايز اقول محبي وان ديركشن اختاروا مع بعض اغنية وعملوا عليها فوتنج مع نفسكم على تويتر وانستجرام وفيسبوك واختاروا اغنية بس تكون مصح صحة ولا اعلمود الجمعة وهنسمعها الفانز بتعوهم وان ديركشن اللي ازعلانين مني دايما اختاروا يالا اغنية بس يعني اتحدوا سويا واطلوبوا الاغنية وهنسمعها لكم بس تبقى جمعاوية شاهد مجنونة المعلمين عبدالله السيد وميادة سائر ورورو الاهلوية ويحيل الاهلوي ونيمار وجمعاوية المعالمين وإيهاب مغاوري وبلال محمد وعبدالرحمن العطيفي وعمار محمود اميرة محمد وكريمة السكرتيرا وسنابل نوباية وماريم روما ونرهان محمد وجهاد عبدالعزيز وشدي مهندسة المعلمين أمني الخالد وأكرم نبيل رحاب مصطفى ونعمة رقفة والمعلمة ذكي وارنشا ياسر ومونة أهلوية المعلمين ونايرا سيمفونية المعلمين وتقوى أحمد يونس وبوسي فراولة المعلمين وقوفلاجية المعلمين ومنا سندريلا المعلمين ونوها ستايلز وأحمد شيتس وسنابل سنبولة المعلمين وإيمان صبري ومصطفى النوبي ومونة معلمة تجارية ومعلم ميدو ماجايبر وفروحة المعلمين وصاسكا سامير وهي بشار وخانية المعلمين منع على هاشتاج شوية كمان يلا يا معلمين نوروا الهاشتاج اللي ما سميهش اسميه من اقولها كمان هاشتاج بتاعنا معلمين الجمعة على الراديو تسعين تسعين سفيرة المعلمين والمعلم عمر مش مش وملك صفوت ونادى ياقوبية المعلمين ومارين بلال ومصطفى رفعت وكباب جي المعلمين الله الله حاطت لنا كباب وعليه بطاطس وحاجة فلة عينب طب ما تبعت حاجة هيمة لخوك انا جعان وقعد يعني الحالة ضنك حودة المعلمين ملك صفوت وكرتيان والمعلمين وياسمين اسامة والمعلمة المتفقلع واحمد رمضان الهلال صح كده واعلي متحة وتي جي تي وكمان كريمة السكرتيرا وصاحب المرحومة وارانشا جميلة وعملت تويت كلام حلو والناس عمليه يقولوا ارانشا زعلانة هونا النهاردة كل شو واحد يكلمني يقول لي زعلانة واكتشف انهم مش زعلانين يعني يجولي في الكافيين يقالي يستينا مكتائبة وانعمالكم تبقى تكلم مع يستينا وبنتشغط مع بعض قالتهم بتشتغلكو يا جدعان عمليه من شوية يقولولي ارانشا زعلانة فلسه بقى اقولي ارانشا الدنيا يا ارانشا عايز التفاؤل وعايز الحب بكل يعني وفاجأ انها جميلة ومشهيصة معانا بطلوا اشعاعات على الناس يا جماعة يا جماعة ابن الحج سليمو مشروع علمية وشاري جرجس وانا حور يا سيدي انت ايدا الركض ده غنية بتغني معانا ماشي سارع سولة المعلمين يا جماعة اكتبوا للناس تردد الراديو 90 على النايل سات علشان اللي مش عارفين تسمعونا على الابليكيشن وويب سايت معلش والاية مشكلة بس هتحل ان شاء الله على طول بس مش النهار ده يعني فلازم تسمعونا على النايل سات او على الراديو العادي اميرة جاسر وعبد الرحمن جبريل واحمد زكريا وايا مصطفى ومايكل مونير وايا رزاق رزاق اه وااميرة وااجور وكمان رضوى رودي وصحبة المعلم عبد الرحمن جبريل وصحر زيدا مصطفى رفعت مناور يا مصطفى واتبسطت ان انا قابلتك النهاردة والله جدا جدا يا درش درش انت عايز تخص شوي يا درش يعني النصيحة من اخوك اللي عايز يخص هو اكمان شهرزاد المعلمين بتقول الموت جامد او والله الموت جامد جدا 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 مش بقى لحق اندمج معهنية خلونا على طول يا شايماء احنا الدنيا في السريع كده الميكسات والجمعة مش حاجة كاملة على بعضها كله شهييس 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 مبسوط جدا ان انا شفتك يا يونس انا وشادي انا عايز اقولك تقولي شادي ان شادي صوته يجنن يا محمود يا مزعج يا محمود شوف انا فاكر ازاي هو المعلمة نيفين واندومي ومندوبة مندوبة أوريفليم مطلوب للعمل مندوبات من البيت بالمملكة السعودية او مقيمة بالسعودية للاتصال والاستفسار ده هندي كده مش سعودي حسن بكري وسارع السولة واحمد الشناوي وبسملة ونيمو غدا ديليفيرات المعلمين فينك يا غدا وحشانة والله ميادة زفتوتا وزملكاوي ونصح للجميع واسازة آية وسازة وهيما التيشرت جامد اخر حاجة طيب على فكرة انا ضربه من النخط كان جاي عندنا قتوب وقال لك اللي بتاع ده يليق على حاجات عندي انا عايزه فقال لاد مصطفى والله يكتر خيرك كدرش قال لي اه قال لي اه ما يجلاش عليك بس هو لو عارف ان انا لبسة بلبسه هيقتلني حد بيقول لي ايه اللي جاءانه ما بيأكلش ده بس والله العظيم بتاع دايت ولا يعني انا مش عامل دايت ولا حاجة بس سامر الراهيم كانت جايبة معها يعني قايت لخد واحدة اتنين عشرة كده صبر نفسك يعني 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 الصورة نازل على الراديو تسين تسين دلوقتي يا دي الاحراج يا دي الاحراج ماشي عبد الرحمن احمد موسى وقلق مترجمة وخالد حرامي ومسعديان المعلمين واحمد شريف ومحمد جمال العسكران او العسقلاني والمعلم كاركاديم انا فين يا يونس ولايا كاركاديم نور طبعا حبيبي امو ورحيم وشاروخانية المعلمين وصلاح محمد ورحيم كفاية تويتر كده ونروح بقى لسه المود الشهيسة شغال ومحدش يقض ولسه الناس اللي بتتنطط ع السرائر دلوقتي خليكوا تنططوا والناس اللي بتنطط في القوة دلوقتي وعالارض وتتشقلب لسه المود مكمل يلا دخلوا على الفيسبوك اللي ماسماش اسمه يكتبوا حالا والليس ما وايزوا يكتبوا تاني يكتبوا ما فيش مشكلة صفحتنا على الراديو تسين تسعين يلا اسمها الراديو تسعين تسعين على الفيسبوك اخر جولة من الاسامي هتكون على الراديو تسعين تسعين على الفيسبوك يلا اكتبوا اساميكوا بسرعة كل ما تكتب اكتر اكتر كل ما فرصتك تتقال اكتر واكتر واكتر تحسنا عمل مسابقة يلا بينا الميكس واللي مش هيقصة لسه مكملة كلام معلمين على الراديو تسعين تسعين ويوم الجمعة يوم مزيكة كتير جدا ويوم ميكسات وحركات علشان يعني قليل من الكلام جدا جدا كثير من الموسيقى وكثير من الانتعاشات والموسيقى تتحدث في كلام معلمين وخصوصا معلمين الجمعة عايز اقول معلش يا جماعة اكتبوا للناس اللي مش عارفين يسمعونا على الابليكيشن او على الواب سايت احنا التردد العادي بتاعنا 90.9 اف ام على الراديو العادي او على ترددنا على النايل سايت 11 765 افقي معلش اطلب منكم تكتبوا ده كتير علشان كل الناس اللي مش عارفة توصل لنا يسمعونا على الراديو العادي جدا على تردد 90.9 او او على النايل سايت تردد 11 765 افقي معلش هتعبكم معايا يلا بينا ناخد جولة الاسامي الاخيرة للمعلمين في معلمين الجمعة الفيسبوك من على صفحتنا الراديو 99 اكتبوا قصا كشان نلحق نرامع الاسامي اللي بنراها حالا نادى عشقة يونس مادريك المعلمين احمد سيد مريومة ابريئة المعلمين صنفورة المعلمين نانوسا معلمة المعلمين ونادى نوديو شاي المعلمين وباسم قموس المعلمين ونرهان احمد حبيب واحمد ربيع وزوما المغوري ومحمد المرعب وابراهيم ابو العرب والدانمو المعلمين واحمد الرئيس وفوتوغرافر المعلمين كاريوكي المعلمين ومعلم عمر كمال وركب كالوزة المعلمين هيكون فيه اغنية كاريوكي ما تقلقوش حاضر عشان اتكتب لي السؤال ده كم مرة فيه اغنية حلوة كمان سمز زمال كوية والمعالم مزجانجي المعلمين واسر راعي المعلمين وكريم حسني ورابانسل المعلمين وهبه بابة المعلمين من عراهبة ومصطفى الشهاب وأحمد خالد الأهلاوي وليالي ماجدي حرية جمال وأسراء سليم شهد مجنونة المعلمين تسبيح محمد مينا الأهلاوي مي ميمي والمعلمين دو ماجايفر وسحسو أبو فريدة وبطوت المعلمين والمعلمة ده بدوبة ومحمد مصحراتي المعلمين وعبد الرحمن أصام ومواطس المحمد وأحمد الخلي فيروز المعلمين أحمد الطيب ورئيس مهورية المعلمين وأينشتغل المعلمين وإسلام البنة شكراً إسراء نبيل على الأسامي ونروح حالاً لصفحتنا على الفيسبوك نقرى شوية صفحتنا الراديو 9090 يلا اكتب اسمك حالاً في البوست بتاع الحلقة علشان هنقرأ أخر جولة وبقى أخر جولة في الأسامي وبعد كده عندنا أخبار على طريقة المعلم وأخبار فيها أتل ودم وطيران وطبيخ وعاجة عينب من على صفحتنا على الفيسبوك رباب عزي دين وعبد الرحمن نصر ودنا دينا وما هو بص يا جماعة اكتبوا على الفيسبوك معلش تاني على الفوست اكتبوا للناس عشان مسحي عبد الرحمن كاتب مش شغال اكتبوا يا جماعة عشان أخواتنا يعرفوا أن الترددنا عن نايل ساد يعني يكتبوا يسمعوا من خلاله محمود عراقي شايم ماء الأهلوية شكرا لك يا يونس يا معلمنا يا مروقنا معلمين الجيزة معاك ما يشي يا معلمين الجيزة شلة المعلمين أحمد مودي وشاهد ونور مغربي وحنين وأحمد علي ومننا ونينو وزاهر وهابة وعمر ومحمد ومحمود أزعلين وآية إيمان العادي من ورانا مؤرخة المعلمين دعاء محمد مصطفى حلو قوي لنهاردة في مش ميكس جمعة واحد ده يجي خمسين ميكس لحد دلوقتي يا ماش أنت تؤمر يا باشه محمد منير وأحمد جمال وأيا حماقي وحور الجنة وسما حمدي وطارق عبد الحكيم وأدم معلم الأخلاق يا دي صورتي ولا صورة كنتاكي ولا أشعر بقول أشعر بصورة دي أحس أن الخواجة كنتاكي اللي طالع فيها مين يا أدم ولا أنت الجماعة الثلاثنين على بعض خديجة رقفة وسارة عمر وكمان هي ما الصلاح وأمر أحمد وأحمد الجهري وإسراء كوميها وهي أمحية بس إحنا بنقولها كوميها صح كي بس كده أحلى أحلى ولا بش أحلى صباح الكرمال معاكرانيا المكرمالا وسندريلا مرمر وأيمن أيمون وندا طاها وأدم وشهاب ونرمين عصام وإسماعيل يسين وسامح أو سماح وأحمد مصطفى وهي دي خضير وشوشو وأسماء محمد ومحمد سويد وآية عبدالغفار عبداللطيف غفار وألاء بدر وكمان أحمد عصام وفيانو وضحاء وعلي سمارت المعلمين ودوكاوية دوكاوية صح كده من دوك يعني دوكاوية وأحمد هاكر المعلمين ومحمد سنجاب المعلمين على وضع كيونس ماشي يا باشا اللي جاي جامد مرضو ما تقلقش لسا لعبين تامر حالا وناس مع تامر تاني على فكرة أنا خايف تأخذ الأجازة وكلام معلمين مغلق لدعاء الصفر لا مش دعاء الصفر هيبقى مغلق للتحسينات عمرة و تحسينات و كده بقى تفهمين مالا ايه حدو اخذ بالو المعلمة دودي و آدم و كمان دعاء أنا دعاء ماشي يا دعاء و دعاء حسن و زيكو زمورة و ميدو و إيمان خالد و باسم جمعة و بيدو و محدش قال راش اور اي انا هقول لكم الإجابائي و قد هر أحمد فاروق و علي ماجيكو و عبد العليم أحمد و رضوة دادا و عبدو جيتار هقول لكم حاجتين الحاجة الأولى راش اور ده كان برنامج قدمته في إذاعة الشرق الأوسط الإذاعة المصرية الجميلة إذاعة الشرق الأوسط كانوا طلبوا مني إن انا عمل برنامج لمد في شهر من شهور رمضان كلام دي مش عارف كان 2008 تقريبا و كان برنامج حلو جدا و كان هيكون من تقديم الأستاذة العظيمة الإذاعية القديرة أستاذة إيناس جوهر و كان العبد الله هيكون موجود في البرنامج اللي حصلنا قدمت ثلاث حلقاته وأستاذة إيناس كانت مشغولة في ترتيبات رمضان في الإذاعة المصرية و قالت لي هاجي وهنبدأ على طول مع بعض بس اللي حصل ما بعد ثلاث حلقات كانت وكالة أعلانية و تاريماً ما اتفوقوش بقى و ما تفهمش إيه و البرنامج مكملش كان اسمه راش اور بس كانت تجربة حلوة لأنها في إذاعة محترمة جدا يعني الحاجة التانية إيه؟ الحاجة التانية بكرة في كلام معلمين السبت هيكون مين ضيفنا في موسيقى حياة تسعين كلنا كنا بنسمع الماغنة خانة الماغنة خانة كانوا ناس محترمين جدا و مزيكة حلوة جدا ولكن حصل ان هم يعني انفصلوا وبعد كده ظهر منهم هاوس باند هاوس باند جمدين جدا هيكونوا ضيوف كلام معلمين بكرة هنسمع مزيكة اللي عايف و هنسمع حاجات حلوة جدا من هاوس باند استنوهم في كلام معلمين بكرة في موسيقى حي التسعين يلا يا معلمين نورونا واطلبوا مزيكة كمان وأغاني وحركات و هنسمع أغنية و نرجع تاني علشان نبدأ أخبار على طريقة المعلم بس لسا عندنا أسامي تماما على فيسبوك منال معالي و المعلم يا معلم احمد ابراهيم سلامة و كاب محمد كوماندو و سارة محمود و محمد ريوش المعلمين و سارة مصطفى و محمد محمود جدالة و محمد مونير مدريدي المعلمين أهلاوي مدريدي و شوشو و نورة ضحيحة و الاسم يا يونس و هجب له 2 كيلو زبدة و بطين فاكري يونس كمانت بيقول انت بتراهش أسامي الناس غير اللي بيجوه لك هدايا من الريف 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 جرجس مكرم او جرجس اي مكرم المعلم مكواجي و دينا ديابية المعلمين و اي اوزعة يونس الاصلية عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انا اسمع برنامج اول ساعة فيه و عبارة عن مزيكة بس و مستمتعة كده انا بحب نوزيه يتكلم ولكن انت انا قدرة ان انت حتى و انت في المزيكة تحسسنا ان انت معانا ما وصلنا من ايه اللي بلع المزيكة مانا موجود على القلبك هروف فين هو بس ده بيحصل يوم الجمعة قوي علشان يوم الجمعة ده مود مختلف متعودين على انه لازم يكون بهاي ده الشاكل يلا بينا يلا بينا نستمر 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 يلا بينا نستمر ثلاثة اتنين واحد عود من جديد و نبدأ جولتنا الاخبارية هزرنا و تكلمنا و لعبنا و كل حاجة نروح للجد بقى الجد سائحة تقتل بجعة لتلتقط معها صورة سائحة من بلغاريا كانت رايحة مقدونيا في رحلة و اثناء زيارتها لأحدى البحيرات لقيت بجعة بتعوم في المياع عادي جدا و يا ما لقينا بجعة و يا ما لقينا و يا ما روحنا و يا ما جينا لقيت بجعة بتعوم في المياع فشدتها بعنف شديد من المياع عايزة تاخد معها صورة والبجعة فضلت تقاوم السائحة البلغارية قالت لا مش هينفع شدتها من المياع و خدت معها صورة فعلا و ثابتها على الارض فطيس و فضلت البجعة على الارض مش قادرة تتحرك و ماتت البجعة هننزل صورة البجعة دلوقتي علشان تلاقوها على الهاشتاج عندي على تويتر احمد يونس سالم فلا احمد يونس فالبجعة ماتت يا ولده علشان كانت عايزة تتصور بالبجعة فاكرين الافيه الشهير هو ده اللي جلت لي تويتر و من اخبارنا في اخبار المعلم يوم الجوع طيار ايطالي يهدد باسقاط الطائرة فيها الركاب لو مراته سابته طيار ايطالي عنده حوالي حاجة واربين سنة كان بيتخانق مع مراته قبل الرحلة اللي هيطلعها و مراته قالت له هسيب لك البيت يا خوية وهترجع مش هتلاقيني و نفقت توصلي لحدش عندي بعت لها رسالة قال لها لو مرجعتيش البيت او سبتي البيت انا بنبهك اهو انا والمئتين راكب اللي معايا في الطيارة في الرحلة من روما لليابان هقلب الطيارة بيهم مش عارف هيقلب الطيارة في الجوز هي اللي بقى كده على يمين بقى يعني الزوجة عملت ايطالت فورا بامن المطار و قطلوهم ان الجوزي هيقلب الطيارة وهيتقلب بيها وينزلوا بيها في البحر والحمد الله الطيارة مكنتش خرجت اصلا وتم اقافه عن العمل وصلوهم الخبر دلوقت وحاليا هو بيخضع للعلاج النفسي و قالوا انه من شهرين في طيارة الماني كمان تعمد اسقاط طائرة ركاب اه كان في منطقة جبال القلب وفضل الموضوع في طايل كتمان لحد دلوقتي الطيارين يا جماعة يا جماعة محدش يزعلهم ويا مدمات الطيارين الله يخليكوا روّقوا كده على نفسيكو طباخ امريكي تهاجموا افع ميتة اثناء طيارة احد المطعم الرقية في امريكا بتقدم تعابين كواحد من اغلى واثناء تحضير لحم الثعبان بعد فصل رأسه عن جسمه وصلخه تماما اتفاجئ الطباخ ان التعبان بيتحرك وبيقاوم بشدة وبيحاول يضربه كمان الطباخ قال انا متخصص في طهي التعبين وكل مرة باستخدم نفس الطريقة بفصل الراس وصلخ التعبان قبل ما اطبخه ولكن دي كانت المرة الاولى اللي صدفه حاجة زي كده تفسير العلم بيقول ان التعبان بعد ما مات فضل الجهاز العصبي مستمر يعني يعني يعيش شوية لفترة كبيرة وهو دا اللي خلايه هاجم الطباخ في حركات لا ارادية اثناء تبخه فاكرين يظهر ان انا دبحت قبل مسلوخ بوحة في برنامج انا عايزكو تدورو على الفيديو ده وتعملو له شير دلوقتي وتنزلوه على الهاشتاج بتاعنا علشان في العلقة دي كانت مصخرة كان في برنامج اسمه مطبخ الستة غالية المطبخ البرنامج ده كان عجيب الشأن وكان ده مخفيف جدا كان الستة مصرية بسيطة عاملة المطبخ البداي البسيط جدا اللي على القد اللي بيعمل بصارة وبيعمل فول والحاجات دي وعلى اقل التكاليف كيف كان في قناة ايه؟ المهم يعني كانت بتطبخ حاجة المفروض انها بتقول انها استاكوزة ولكن يعني الناس قالوا ان دي ماتش استاكوزة اللي بيطلع من النيل اسمه صراصيري النيل معالينا وكانت بتطبخه وكانت بيحصل المنظر الفيديو ده موجود لازم يا جماعة دورونا وغرقوا الهاشتاج بيه الله خليكو مطبخ الستة غالية والاستاكوزة المهم كانت بحطها في الماء على النار وهي صحية فكانت الاستكوزة او الحشرات او الحاجات العجيبة اللي بتتطبخ دي وانا افترض لناستك استكوزة كانت بتتطلع الغطا وتطلع من الحلة وتقع برا الحلة بيحصل فيها فوران والاستكوزة عمالها تقع من الحلة يمين وشمال وهي الستة غالية اللي يمسيها بالخير توم شايلها وحطها تاني في الحلة ومولع عليها فكان في حالة من السادية والتعزيب والطبخ الحي للاستكوزة من استكوزة دوروا على الفيديو ده ومن فضلكم نزلوه شوفوه وشايروه يعني وكتبوه وحطوه على الهاشتاج عندنا لسا مكملين ومن الاخبار اللي معانا ايش يقول لك امريكا تبحث عن والدتها لمدة 15 سنة واكتشفت في الاخر انها زميلتها في الشغل في امريكا شابة فضلت تدور على ماما الحقيقية لمدة 15 سنة بعد ما ثبتها مامتها في احد دور الرعاية الاجتماعية بعد ولادتها ولما كبرت حاولت انها توصل لمامتها الحقيقية بكل الطرق وفشلت فلاجأت لبرنامج امريكي شهير بيساعد الناس ان هما يلاقوا قرائبهم اللي بيدوروا عليهم ونجحوا ان هما يوصلوا لمامتها بالفعل المفاجأ ان مامتها طلعت بتشتغل معاها في نفس المكان وفي نفس المكتب وبيشوفوا بعض يوميا من غير ما يعرفوا مفيش قلب الام قلب البوم بوم 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 مشتغلش سنت الحبايب ما عملتش اي حاجة مفعول هناك البنت بتقول حسيت بصدمة لاني لقيت اللي بيدور عليها بقالي سنين وكنت بشوفها يوميا وبتكلم معاها وبحكي لها على حاجات ما تتحكيش ماما يعني اتشرادت شرادت نفسها قدام ماما الحقيقة وقالت رجم ان في صداقة كوية نشأت بينها لكن عمري ما جالي احساس انها مامتي يعني الموضوع ده يعني كان ابعد ما يكون ان الحاجة دي تبقى تبقى امه اخبار على طريقة المعلم وجول اخبارية هامة جدا على طريقة المعلم تغريم اسرة هولندية غرامة كبيرة جدا خلي بالك المسؤولين عن التهرب من التعليم في هولندا فرضوا غرامة 400 يورو على اسرة هولندية بسبب صورة على الفيسبوك العيلة مكونة من ابو امه واربع اطفال حطوا الصورة على الفيسبوك وهم بيتزلجوا على الجليد في احد المنشجعات المسؤولين رصدوا الصورة على الفيسبوك وكان توقيت التقاطها في يوم دراسي والولاد كانوا في اجازة مع اهلهم بيتزلجوا بيتزلجوا تزليجا على الجليد وسابوا اه 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 كان يوم اه ما كانش دراسة اسف كان يوم عادي وسابوا الدراسة وراحوا يتفسحوا في الوقت اللي كان لازم يكونوا موجودين في المدرسة فيه وبعد الابلاغ عن الواقع تم تغريم الاسرة 100 يورو عن كل طفل ليه تاني علشان خدوا اه 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 الالصورة في يوم دراسي والولاد كانوا مؤجزين مع نفسهم فكده قالك هيجرحوا مشاعر الطلبة زميلهم القانون ده اتعمل في هولندا لمكافحة التهرب من التعليم وبيتم الابلاغ يوميا عن الاهالي اللي بتخلي ولادهم يبغيبوا عن المدرسة او بيجوا ياخدوهم في نص اليوم الدراسي وتم فرض غرامة 100 يورو عن كل يوم غياب لطفل طيب يا جماعة بقى انا كل واحد عايزكم كده تحسبوا حزبة كده افتكر ذكرياتك من اول مدارس لو انت كلية كمل معنا لو انت مدرسة برضو دوس معنا وقول يعني لو حسبنا غيابك في المدرسة مثلا والكلية اليوم بجنيه لا اليوم بجنيه خلينا على قدية احنا مش لها الناكل فيعني ممكن تدخل في كام طول المدرسة والكلية كل واحد يرمي رقم بقى يلا هتلبس غرامة لو انت طالب جامعة عن سنين الكلية اللي درستها والمدرسة قد ايه وانت لو طالب مدرسة عن سنين المدرسة اللي درستها قد ايه ولو انت متخرج عن كل اللي فاتك بقى في الايام اللي انت اجستها قالك هولندا بتغرمك عن كل يوم غرامة من الاجازة في الله كل واحد يحسب لنفسه الحسبة ويقول لي حوالي غرامتك كامل غرامتك 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 ازاي بس مكتبة الانسان في مكتبة في امريكا عملت فكرة جديدة تخلي الناس تستعير بشر بدل ما يستعيروا كتاب تدخل المكتبة تلاقي الرجال كده رجال مرصوصين والبنات مرصوصين وتاخد نصيبك مجموعة من الناس تتوعوا وعرضوا نفسهم للاستعارة علشان يعرضوا تجاربهم بحرية ويسمحوا للقراء او المستعرين ان هم يوجه لهم اي اسئلة هم عايزينها البشر اللي ممكن تستعيروا من المكتبة بدل الكتب ليهم سبع انواع مرضى التوحد علشان يعرفوك اكتر عن طبيعة مرادهم وتعرفهم عايشين ازاي المهوسين بتغيير مظهرهم باحدث التقاليع اللي بيحسوا ان الناس بتحكم عليهم من مظهرهم زي ما فيه ناس بالضبط بتحكم على الكتاب من الغلاف بتاعه اللاجئين والمتحولين جنسيا اللي بيشعر البعض بالحرج ان يوجه لهم اي اسئلة فعارض نفسهم في المكتبة للاجابة عن اي سغال حي حد عايز يتحول شوف بقى يعني شوف بقى عايز يتحول قطة يشوفوا انا بريء وتسأل لو انت عايز موضوع التحول او انت عايز برضو موضوع التحول اسئلتك من غير حرجة فتلاقي المتحولون طلعين لك والمتشردين اللي بيقضوا حياتهم في الشارع لشان يحكوا لك عن تجاربهم في التشرد وازاي بعيشوا من غير مقوى والصم والبوكم اللي حاسنين دايما ان فيه عندهم قصص كتير وعايزين يقلوها للناس وتجاربهم النكحة وبيكون معهم طبعا مترجم لغات الاشارة والناس اللي بيعانوا من السمنة المفرطة والمكتبة دي تم افتتاحها بالفعل في الدنمارك نسخة في دنمارك سنة 2000 وتم تنفيذ الفكرة في بلاد كتير منها الولايات المتحدة الامريكية وهي تم تنفيذها كمان في جنوب افريقيا والسودان وتشالي خلال السنة دي المكتبة دي ممكن تتعمل في مصر ولكن الاقسام بقى ايه اللي بياكل فول بتلقي طلعلك ايه ها اههههههههه اه اه اني دق انا باكل فول احكي لك تجربة الفول هاهاهاهههههه ونستشوف الى بقل يادب التانى اا ايه باكل فول برضه على فكار طيب غيرك باكل فول برضه فانمكتبة كلهها تبقى فول حقيقا يعني اهم حاجة لما تمايز المصريين اللهم احنا يعني الحقيقا اخر واحد بقى باكل فول صبعا فول نسمع اغنية مفيهاش ولا كلمة اي رأيكم؟ اغنية فيها غنى من غير ولا كلمة يعني ايه؟ يعني كده؟ يالا بينا ونكمل كلام مع المين وجولتنا في الاخبار قد يحترف العمل كجليسة اطفال في اليابان الاد توتو كان بيعيش في بيت عادي جدا ولكن بعد ما صاحبه بقى عنده ولاد اتحول اهتمامه كله بالولاد الصغيرين وبقت مهمته ان يشغل وقتهم ويساعدهم على النوم ويلعب معهم اثناء انشغال الاهل عنهم وينام جنبهم ويساعدهم انهم يضغطوا كمان صاحب القط في اليابان القط بتاعي كده متميز عرض خدماته للعمل كجليس اطفال اي حد اطفال صغيرين وبينشغل عنهم وبيلاقي صعوبة في انه يخليهم ينام كوكب اليابان يا جماعة يا جماعة كوكب اليابان في حتة تانية غيرنا خالص خالص قرية تسكنها النساء فقط وتمنع دخول الرجال قرية سامبورو سامبورو في شمال كينيا مشهورة بانها قرية بلا رجال القرية دي فضلت لمئات سنين بمثابة ملجأ الستات اللي بيعانوا من العنف من الرجال وتم اجبارهم على الجواز مثلا بيهربوا ويروحوا على القرية دي من قوانينها ان ممنوع تماما ان اي رجل يدخل سامبورو حتى لو طفل صغير جامع مامته لما يجبر لازم يسيب القرية ويمشي منها القرية دي بتصرف على اللي سكنين فيها من خلال منتجاتها الزراعية ونشاطها السياحي وكل اللي عايشين فيها بينهم سلام ومفيش بينهم اي مشاكل وبيعملوا بعض احسن معاملة ممكنة لكن حاليا بيفكروا بالسماح يعني لدخول الرجالة القرية بشارط ان هم يحافظوا على نظافة القرية والنظام هم يتعاملوا برقية واحترام قال لك مستغنين عن الرجالة بعد شوية الرجالة تدخل وتقدر الستات صانوا عنا مين يا ابا يلا جاهزوا نفسكوا عشان كاريوكي المعلم هيبدأ كمان شوية عشان كلنا هنغني مع نانسي عجرام دخلت للمستشفى تولد خلفت ارند كايدة هن عظيم واحدة ستة في المغرب كانت بتعاني من الام الولادة ودخلت المستشفى علشان تولد وقالت لهم عايز ادخل الحمام ودخلت الحمام وقعدت شوية خبطوا عليها يا حجة مفيش حد بيفتح طلعت من الحمام وهي متأثرة جدا وبتبكي وكانت مسكة طفل ومتوفة للأسف واخداو ماشي قالوا لها لا رايحة فين تعالي خدوا الطفل فاكتشف ان الطفل عبارة عن ارنب مسلوخ ايه ده يا قبلة قالت ان دبحت وزلخت واخدتوا معي عشان كلكم تفكروا انه طفل طب عملتي كده ليه قالت اصليه جوز يرفع علي قضايا علشان يطلقني وكان لازم اخد شهادة من المستشفى ان انا حامل وولدت علشان اه 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 اوه بيقول ان انا من بخلفشي فاخدت ارنب وشوفوا التفكير سلخت الارنب فقالت لك ايبقى شابها الجنين خربيتك طلاب صينيون اخترعوا تصميم جديد لآلة بتجمع بين العجلة الرياضية والغسالة وطول ما انت بتلعب رياضة على العجلة بتغسل برجليك الله حلو ده ولو الغسالة خلصت غسيل وانت لسه بتلعب رياضة بتخزن الطاقة علشان تستخدمها في الغسلة ان بعدها مرجل ما تحتاج تلعب رياضة علشان تشتغل وبكده يبقى ضربوا عصفورين بحجر ووفروا في الطاقة وخلوا الناس تلعب رياضة وتغسل كمان حلو ده جاهزين يا معلمين للكاريوكي جاهز يا معلم كاريوكي المعلمين في كلام معلمين وويفينج فلاج لنانسي عجربوا كنان بصوا انا شلت المنشقة بتاعت كنان شلت الجزء بتاع كنان معظمه فهيبقى الاندماج مع نانسي واجواء بقى كاس العلم وحاجة اخر يعني هيصة فاللي عايز يغني الجزء بتاع كنان موجود منه حتة بس احنا يعني نظرا لاننا ثقافتنا كلنا جميلة فقلنا نسيب نانسي وخلاص ونكتفي بهذا القدر جاهز شجع بعلمك ويفينج فلاج نانسي عجرم كلام معلمين على راديو تسعين تسعين اه مصري وفعور فلين يا جدا من بصة من بصة في ملاع يعني احكي لنا بقى من بصة في ملاع يعني ايه اديك مثال ليه دايما واحنا رجبين العربيات على الطريق لازم نوصف عربيات للناس اللي حوالينا بتعمل كده ولا ما بتعملش ليه دايما لوحد ماشي قدامك او مقابل حد ومعايش انت جايب فيها اكل او حاجة او اي طلبات لازم عينك تضرب الكيس اللي معاه وتبص جواه في ايه ويقول نفسك متعملش كده ليه لو انت في مكان وبتاكل ومعاك حد بيأكل لازم عينك تضرب الاكل بتاعه وتشوف الاكل بتاعه برا عن ايه مع انك والله نفسك عادية يعني مش مش ترفس يعني ولا حاجة بس يقول السؤال من بصة في ملاع يعني ليه بنبص في موبايلات بعض ليه دايما مركزين في الحاجة اللي في ايد غيرنا من بصة في ملاع يعني خد على عينه وسامع ما لا يرضيه تعالوا نفتكر مع بعض احنا منبص احيانا كدير جدا في حاجات متخصناش حاجات غيرنا انا ضربت مثال مثلا الشنط اللي الناس شعرين حاجة من السوفر ماركت لازم عينك تضرب لتحت كده وده وتبقى مش قصد والله بتبقى من دائم نفسك جدا وممكن يكون بيكلمك وعينك مش معاه اصلا وعينك في اللي في ايده في المطعم حي كذا لو في كافية او في اي حاجة لازم تبص على اللي معاه غيرك ولما بتكتش في انت بتعمل ده بتكسف نفسك قوي لازم انت في الطريق وعربية معدية جنبك لازم عينك تضرب جوه العربية تشوف العيلة بالكامل من بصة في ملاع يعني يلا حكونا وكلمونا وحكونا ياريت مواقف وياريت حاجات اضافات للينا قلته في الموضوع من بصة في ملاع يعني على الاسمس 1.99 وعلى صفتنا على الفيسبوك راديو 990 وعلى تويثر الهاشتاج بتاعنا على مصر احنا التاني تقريبا على مصر دلوقتي معلمين الجمعة على الراديو 990 وعلى انستجرام الراديو 990 من بصة في ملاع يعني خد على دماغه وسامع وممكن يسمع ما لا يرضيه ولكن الناس بتبقى مكسوفة منك انت بتبص على ايه بتبص على حاجتي ليه وتبقى الواحد مكسوفه النفسه جدا يلا بينا بص وشوف وقل لنا بصيت على ايه لا يعنيك قبل كده او غيرك بص على ايه لا يعنيك وحكي لنا وضيف للحاجات اللي انا قلتها حالا كلام عليين على الراديو 990 ها مصري مع مؤسسة مصر الخير والسؤال فعرفي مين يا جدعة من مين بص فيه ما لا يعنيه حصل له ايه ناخد تليفونات ونشوف مين معانا الو 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 ايوا صباح الخير انا داندينة يا داندينة ايوا اه 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 زي حملة ايه انا اخر 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 حلاوة اه اخبار صوتك ايه الحنجرة تمام اه والله الحمد لله شركت ورق جواسة وكده بقى اه 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 في حد ضربك حقان لا اه لام فريد عملت في تاسم بجري بقى وكده تمام تمام داندينة من بص فيما لا يعنيه اه اه اما ايه اه في المدينة وكده فاحبت ايه اه كانت بتغير كتنا جايب لوا حاجة اكتب يعني حاجة كده يعني داخلية وكده فأيه بتغير لا ايه اللي انت بعدين الله انت بيعني إلي بيطلعين خلاص خلاص حاجة عديلة خلاص كانت بتلبس كانت بتلبس المم ايه? اصل انا لبساها عجبتها قوي. المم يعني ايه? طبعا ايه? لبساها وعجبتها. بتغير وكده. فقالتلي ايه? ايه يا دينا ايه? قالتلي ايه ايه يعني ما تبصش وكده. عشان هاقصها ولو عجبتني هجيب زيها. اه ما تبصيش عشان انا بتلبس حاجة عادية اه. اه المم بتغير. فانا ايه? بص ما عارفش بصتلي. المم بصت فراحت ايه بيل المشكلة بقى بصت. شفيت. فراحت قلتلي انت ايه قلتلي انت عبطة? قلتلي لا ده انا قلتلي لا ده انا بفكر في حاجة وكده صدقيني مش قلتلي فكر بقيد عني. طبعا كان شكل مسخرة. والله العظيم ايه ناس يا لغة دلوقتي مسانة اولى. بس انت عامل لي والنبي يوم انت عامل ايه? ده بعد اللي انت عبطيه بخلاص. انا روحت. يا يونس لا. خلاص ده ندينة. نور دينا. نور دينا. هيطلك المشروع اتاتي عبيضة. رأيت انا دينا ديوش عبيضة خالص. خالص. اه زين تريفونات عادية يا جماعة. احنا الساعة اتنين ونصف الليل. صلوا على النبي كده وكلمونا. كلام موزون كلام عائل. قالو. قالو. والله انت انا بضحك في المجمع اللي باتت. يا ماشي اضحك عادي 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 كل حاجة بتطلع عادي. الله عزيزي المسخرة يخرفت كده. ايه? مش هتلاقي انت عبيطة? انت عابلة? لا خالص. ايه والله المسخرة دي. صبعا فيقوله ازاك عابل ايه? الحمد لله. اه قولي بقى صديقه عندك مواقف تحكيه في ما انت اما? بصه فيه demostofions الا يعانين. بس ان يعتاش موقف داخلي ارجوك. خليه من بره. لا 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 احت Isaac عامل جدا عن حاجتهم. تتفضى نتفضى. انا والله كنت في يوم كده باكب ميكب بلواطت ضرح بالجامعة. اه. اه وIGNبر كنت اه عند كده لقيت. كنت مكلم يعني واحد صاحب في الشات وكده. اممم فلقيت اللي جنبي يعني عينه دب Legame بشتاق خالص. اممم Kommt طب ما تاخد انت التليفون وكلمه احسن. انا لا خليك وانا هتكلم انا خلاص. انا هتكلم وخلاص. هي ليه دايما لو انت في موصلات وفعلا بتتكلم في في الموبايل لازم الناس اللي جنبك يتفرجوا على المكلمة ويسمعوها ولو بتلعب في حاجة او فاتح فيسبوك او اي اي افلاكيشن لازم يشوفوه. انا مش عارف ما احنا فينا ايه. طب انت سؤال انت لو حد فاتح الموبايل بيتفرج على حاجة انت متبص ولا لأ عايزين صراحة. انا 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 اببص. هي لك انا 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 اببص الحقيقة يعني. صحين صحة واحدة. اكتر حاجة في مره قتطهى وركزت معا قديت ايه. لها قدطهى? ايه. انا كان واحد اا 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 كان متلمت له. لكن قد ب battlesتها ده مترو كانت يعني صورة واحدة كده بعتها له مسعيبي بتتخراط بقى. بلاش ده بلاش ايه ببعد المكالمة اللي بتت خلاص احنا عدينا الرقابة خلاص خلاص. احنا تسع و تسع و تسع و تسعين دلوقتي خلاص انا بالرمج بقى كل حاجة فيه دلوقتي ماشي باش نوارت يا صديقي و الصباح الفل شكرا طبعا العصر الكلام معلمين على الراديو تسعين تسعين هوا مصري في مكلمات كده لازم يخلدها التاريخ مكلمة ده ندينا النهاردة هيخلدها التاريخ يعني بدون دواقف قايت لك انا مكنش عايزة بصة مستش عارفة بصيت ليه صحبتي كانت بتغير حبيبة قلبي ده غير اللي تألف الاول بقى الحقيقة المقدمة هنجح لننسى كلنا انسو يهجوا انسو انسو ده عدا معنا كمان هتترفون ولا ايه الو? الو? ايوة صبر الخير. ايوة مين? يحي شعر المعلمين. يحيا? يحي شعر المعلمين. يحي ساحس ازاي انا اسمها بس مع يحيا وفي حاجة بتدخل فيها كده. يحيا? يحيا شعر المعلمين. شعر زيك يا يحيا شعر. الحمد لله تبقى. اقول لها يحيا. ما نبص فيه مالة يعني. بتبص في الحاجة اللي بتخصكش ولا بتبصش? لا احيان ببصت صراحة يونس. بصيت على حد بيأكل في مرة وضربت عينك في الاكل بتاعه. بص يا لا اخو. كان مين وفين? لا وانتشابت انه بعدها بيكون جل وتسمم يعني. لا انت زرك باطع. انت مس على عد بصة كده وتمشي. لا يونس بس اجند موقف جد كنت قاعد المترو. كنت بشات مع والدتي يعني. بعد كده رجل يقول لي او واحد ينفع يقول لي امه كده. بتطلع من التمالك. يعني بتطلع بقى يتلقوني حاجة. كمام? ولقيته فجأة بص و بص و بص و بيقول لي يقول لي يتعاشي كلمهم امه كده و مش عادي سيه. اي ده يعني انت بعت لها حاجة رسالة و اراها وبدأ يديك درس في الاخلاق. اه اه فتعنا لونان ربع ساعة بقى ايونس. اه اه اه. والسؤال الفضولي. و بص يا ياحي كلنا عايزين نعرف انت كنت بعت لماما ايه. بدل من اللي صلح لمن التليفون. هو ايه فقيته النهاردة يا جد عانتي ايه? انت بعت لبامتك ايه يا عم ياحيي اكيد ايه? انت بعت تخنق يعني اكيد يعني حاجة عدية. لقيها منك كل من البنادينة. كانت تتلقن على موضوع كده يومي سيبقى بعضك مستيقى على الموبايلة. طيب ماشي ان شاء الله يكون عروسة ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا ياحيي انا ورتنا. انت تستم كاملين كلام معلمين راديو تسعين ما انبص فيما لا يعني حصلوا ايه? وبص فيما لا يعني مقصود بيها حاجات موبايلات اه اه بصيت على لس يعني حد صاحبك بياكل وعينك كانت في الاكل اقصى طموحنا كانت كده على فكرة مش اكتر من كده. يعني ناخد كمان تليفون. قالو 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 انا دي نديل. ا kombin. اه اه متجه. merk. اه اه اه了. اه 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 اه. خلاص قالي التنسين تم تصدقني مش اصدي. اه اه. اه اه نعم . اه اي اه اه يization. اه اه هو اه. هو اه اه ي gamg. هو Ground quer. المهم اي؟؟ هوناك الموقف فيك. مبلاش. 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 على incring كالخاطرى يبلاش يادني ديت نديل. بداش ا 10 minute? خلاص بلاش الله اترجة Tribe نكتفي بأزر قادر نظر من واقع. الان من اللي جاي. الان من اللي جاي هتبصي على ايه تاني. طب بص يا بص يا داندينا. قليكي معي متقفليش قوليهولي برا لهوة. وبقى نجدها نطلع على لهوة نقوله. لا 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 والله يا حمال اللي فاتت كانت عادية لا واحيات امي ما يحصل ابدا لا مش هتطلع على لهوة خليكي كده شوية اركني معنا شوية عندي ما هناخد رسائل. لا 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 ما انت العادي بتاعك جيري العادي بتاعنا. نبدأ بايه نبدأ بالفيسبوك صفحاتنا على الفيسبوك راديو تسعين تسعين ونشوف المعلمين اناش قادر المعلمين على الفيسبوك قالوا ايه فيما يخص ما نبصة فيما لا يعنيه بصيت على ايه وشفت ايه لا يعنيك اه صفحاتنا هيا راديو تسعين تسعين دانيام هنجا فجأة مش عارف في ايه هكريم مكالمة الجامعة شرفت اعتقد ان دا المصطلح المناسب دي يعني طيب هيا الصفحة حيط الفيسبوك عندهم هنجا فهن ايه ايه جايبان حسدناك حسدناك اه طب هقرأ معلش من تويتر لحد ما الفيسبوك تشتغل ونقرأ من السجرام لحد ما الصفحة بس مش عارف رفراش تيجيب منها سارع سولة بتقول لما الموبايل بتاعي بيرن اه البيت كله يقول لي مين 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 في كمان ام اه كمان اه كنت قبل كده فتح الفيسبوك في الميكروباس البنت اللي جنبي قالت لي اعملي لايك مش قلعنا بوستي وطول اعملي له لايك قلت له انت عبيطة كمان جاية المعلمين في كمان اه اه الناس منهارة معك يا داندينة الحقيقة اااااااااااا اعموت واشوف واش يونس دلوقتي الم دانيه جميلة جميلة كلها حلوة اوي يونس لما الموبايل بتأليقتي هي عيرنها كنت في مطعم انا وصاحبي كنا بناكل وكان هو طالب باستة وانا كنت طالب رز المهم ان انا مكنتش غاوي باستا قوي فاول ما الباستا نزلت قدامه عصابي بوزت لان انا كان شكلها حلو جدا فافضلت ابص لحد مقال لي ما تكن معي وترحمني انا مكسوف لك سلف قوي لان الموقوف ده الموقوف الموقوف ده بي اوحشوش قوي على فكرة لو في اتنين بيتكلموا في موضوع ما في المترو لازم ابص لهم وركز معاهم ده فضول مني من رانا فيه كمان ايه اللي حصل في المكالمة اللي فاتت انا نادا لا يا نادا على تويتر بقى الشباب والبنات يحكوه لك الحقيقة انا مش قادر ابطل ده حكا انا يا سارة هموت انا والله عظيم حاسن معادتي افشت وكلبشت فبعضها وشانه نبذي منك فيه كمان لسه مكملين مكبكرش بحياتي قد الناس دي انا مريش في الرخامة دي خالص بس بصراحة العربية اللي معادية لازم اشوف اللي فيها نفس الفكرة هموت وشوف ري اكشن يونس دلوقتي اه دالي احمد اه اه يونس ارجوك خلينا نسمع داندينة هتقول ايه طيب هي لسه معانا ولا نطرق داندينة لسه معانا ولا داندينة لا لا دي الو لا يبا كده اقفل داندينة حاول اتكلمينة انا كنت لسه اولا اكلمك برا الهور فيه كمان اه دمرت الفقرة يا داندينة اهلوية لا والله ده بالعكس ده ده ما زال عسل اه حد بيقول مسخرت السنين وزة بتقول الناس كلها ثابت الدنيا وداندينة ما تيكون نعمل لداندينة هاشتاج نحطوا على هاشتاج بتاعنا مع الحلمين الجمعة داندينة داندينة كلمينة يا داندينة اه فيه كمان اه ما يصحش كده داندينة من الباش محاسب اه اعايزين داندينة الكحلاوي المنطقة هنجبكو على فكرة عايت لك كانش قصدي اعرفش مكانش قصدها ازاي هي ادركت الفجاعة وبعد كده اه يعني حاول يعني تصلح ما يمكن اصلاحه وانقاذه اهو خلاص صفحة فتحة فيسبوك تمام هنا ارى الفيسبوكيين كاتبين ايه فيه ما يخص موضوع من بصة فيه ما لا يعني انا عناها بترشأ في اي شونت لو حد مسك شانت سودة بمضلة خيل يا ترى جوائي وكمان انا في في كافيم ما يجي بسيط لسندوتيات صحابي وكالت الصلطة بتاعتي وموصفتي الفيتزا بتاعدي ده المعلم عمر طب يا عمر لما تيجي تاني انا لازم اهجمك احمد عصام بنقول كنت فاتح الفيسبوك في العربية فكرت اسأل اللي جنبي ايه رأيك اعمل لايك ولا كومنت ولا شير اه وده ندينة عسل فيه كمان محمد مونير بيدو بيقول الكل بيبص فيه ما لا يعنيه في الامتحانات وبنبقى مرضي وبنبقى راضين مش دائما يا محمد كنت بتكلم واحد صاحبتي قديمة فكانت بتبعت لي صورتها وانا كنت ماسك التاب وقلاقي اللي جنبي بيقول لي حلوة اكمل معاها قلت له انت مالك مع الميدو مجايبر 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 فيه كمان والبرنامج كده شكله هيغلق لدواير الرقابة من اسلام محمد انا مالي انا مالي اسلام البداوي بيقول لما بكون في العربية وامراتي بتأكلني ويقف جنبينا ميكرو باس براقي كل الميكرو باس مبقى حلقة واحنا يا عم اسماعيل لازم تأكلك في الميكرو في العربية يا عم اقدر ظروف الشعب يا عم فيه ناس الحالة صعبة هايزين ان شاء الله حد يأكلهم حتى اي حد يعني حتى انا حتى اروح اكلهم ربنا يحفظك يا حبيبي خلي كل بعض بيهزر معاك طبعا اسماعيل ياسين بيقول معقول هنلاقي حد هنا لسه فاكرني لو ضحكتك في يوم الايام ادعيلي ربنا يرحمني ده سمع نفسه يا حبيبي حازم رضا بيقول كل اللي قلت عليه انا عملته بس معرفش ليه ممكن تفاصة وطمع ومعرفش ليه حد من صحابه يطلع محفظته لازم احط عيني اللي جواها حتى صور بطاقة وميا يونس من حازم ايوه احنا بنبص في ملاي يعنينا كتير حد شايل شنطة لازم نبص عليها حد شايل اه اه جاي بكيس كده او شنطة فيها حاجات من السوبر ماركت لازم نبص فيها حد فاتح موبايله لازم نبص هو بيبص على اي حد بيقرأ جورنال يعني جورنال لازم نبص على اللي هو بيقرأ حد بيكتب حاجة الحد لازم نركز معايا حد اه قاعد معايا بيأكل وانتو الاتنين بتاكلوا لا لازم تبص اللي هو بيأكلوا وبتبقى متدائق من نفسك على فكرة وتحاول تودي عنيك بعيد بس هو في حالة من الفضول الغير مفهومة بتخليك تعمل كده يلا بينا بقى حداوة شمس اينا يلا بينا كل اللي عايز يغني اندمج مش كاريوكي بس الاغنية حلوة جدا يلا بينا نسمعه ونرجع تاني كلام معالمين على راديو تسعين تسعين كلام معالمين على راديو تسعين تسعين هواه مصري ولسه مستمرين في اخر جزء والوقت الحلقة خلاص بتشطب الاخر جزء معانا النهاردة في عرف مين يا جدع ومن بصة من بصة في ما لا يعنيه مواقف بقى في كلنا بسيط في لا يعنيك ناخد شوية اجابات ناخد تليفون الاول نشوف مين معانا ايوة مين انا فاطمة رباوية المعليم اهلا يا فاطمة ازايك الحمدلله ازايك ايوة دايما السؤال اللي اسألولك يا فاطمة انتي في سنة كم مش طبيعي يا جماعة مش طبيعي السودة ما يفعلش يبقى مخلص خالص ايه زايك يا فاطمة عاملة ايه الحمدلله بخيرين اتعملنا كله زي الفل بصيت في ايه لا يعنيك بصراحة قبل كده يا فاطمة يا يولوس انا كان هنا في واحدة هنا جرنس بكده واحدة هنا جرنس داي الاول انتو داندينة عملت لكم حالة كلكم النهاردة او ايه دي عسل داندينة دي عسل يا الله يا عم يا الله يا عم داندينة الناس كلها عملة تشيت بداندينة انتو داندينة ايه هي جميلة ايه انا بقى فتت الاكل وفتت الدنيا وفتت فتت فتت كل حاجة دخلت بيتها فتت 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 حتى يوم الفرح اه وعرفت تفاصيل خلاص 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 انا ان شاء الله اتتجاوز ان شاء الله اه طابلها بإذن الله نعم ان شاء الله فرح بحنجرتك دي اتتجاوز انا مش هسدع لما شوف الفرح بعناية يا يونس خطيبي خطيبي لما يتقدم خطفة يا فاطمة بقول له انا بصها بصها اوه بتصدعي يونس اكيد قلت له ايه اه خطيبك لما بيكلمك في تليفون ما بيقولكيش نادي الفاطمة يا شطرق مميلش كان خلص اه فاطمة ربنا يسعدك ويتم ملوكه على خير يا رب ومبروك مؤدما ويعني هنغز غريط هتنتشر بقى حاجات هنغز غنيت بارك الله لكم هلنائزين واسمه اختي بتسلم على غدير حسين يا غدير يا حسان غدير اه جميلة جميلة الجميلات والله نا استاني بارك الله لكم ان لعبهالك حالا 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 يلا يا عروسة مبروك وهتكلمين قبل الفرح حتى نعملك فرح تاني ه leche على فكرة ربنا هيرزقك بحد فضوري وهيقاف يبص على الجهاز وهو داخل الشقة زي ما انت عملت شوف انت شوفتي ايه وهو هينشوف زي ما انت شوفت شوفت طبيخ داخل اكل طالع مش عارف ايه هيشوف لا اهوري مع السلامة بقى لا ايه جماعة النهاردة بقى مش هلعب القرية بتاعت امال مه ايه بتاع امال زين ايه ايه بقى انتو ملكون نهاردة بقى منصلوا عن ايه بتدو شوية انا هم روح انا هحط امال مه روح كان يا مكان وروح انت نشرت العدوى يا دردينة البرمج بقى للكمار فقط فجأة لا قدتلك شفت كل حاجة ايه و امتع انا احس ايه حاجة اتحصر بعد الحلقة بتاعت النار دا كتير كلام معلمين على راديو 9090 هواها مصري اللي لسا مخاملين والحلقة دي اذا ما اتفاقنا انها حلقة للتاريخ لان لان ينسها التاريخ ولان ينسها المعلمون وعلى فاكرة هنبطل ان اخطي الفونات تانى انا شايف الناس فيه ناس انهيارات في كل مكان على الهاشتاج وعلى الفيسبوك وعلى كل حاجة والناس كلها بعتها الفاطمة الجميلة اغنية وهم عميين يختاروا اغاني بس مش عارف انا نهدي لها الاغنية دي وخلاص عشان نجهز الحواديت بتاعتنا انا مش عارف احكي حواديت ازاي بعد اللي حصل يا الله يا فاطمة صباح الفل المفروض ان اعنا بنختم بحواديت وانا مش عارف انا مش عارف يعني بس اخصر ما يبقاش مع انا لحد الدين اللي منقولهم كل مرة يا الله يا كريمي كاية اطمنتي ودانا دينة اهمتوا بالمهمة صحة يعني بس انا اريد ان اتحول بسم الله 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 في الحياة اعني انا مبسوط اننا يمكن متعداد انChinese n쪽 الحال ولكن هاورد كان مغرمان بالدراسة ولتوفير النفقات عمل وهو طفل صغير في بايع السلع من باب الى اخر وفي ذات يوم وبعد التجوال لم يفلح في بايع اي شيء ولم يجد في الجايب اكثر من عدد عشرة سنت وهو مبلغ لا يكفي ليسد حاجة او ليسد الجوع او حاجته الى الطعام توجه هذا الطفل الى اقرب بيت ورن الجرس فخرجت اليه فتاة كبيرة تجبره في السن وهو فتح فمه ليقول لها انه جائع واشار الى فمه فحينما سألته قال انا اشعر بالعطش كان حرجا من ان يقول انه جوعان ولكن بنظرة فحصة الى وجهه ادركت الفتاة انه جائع فدخلت وخرجت حاملة له كوبا من لبن قام بشربه هذا الصغير في ثوان ثم بكل براءة سألها بكم انا ادين لك فقالت انك لا تدين لي لا تدين لي باي شيء فقد تعلمت من والدي ان لا اتقاضى اي مقابل عن فعل الخير لم يشعر هاورد فقط بامتلاء بطنه بل حس وشعر ايضا بانه نالك بشرا على الارض يشعرون بغيرهم ويحاولون ان يساعدهم حتى وان لم يطلبوا ذلك ومن هذه اللحظة قرر ان يكون سببا في مساعدة الغير من الناس نجح هاورد كيلي في دراسته واصبح طبيبا شهيرا جدا ولامعا في مجاله وصار شريكا في عيادة طبية مرموقة بالولايات المتحدة الامريكية وذات يوم كان يمر على المرضى الداخليين بالمستشفى او بالعيادة توقف عند امرأة كان ملفها الطبية يقول ان الحالة حرجة جدا وتحتاج العديد من العمليات قلب في الملف ولفت انتباهه انها من نفس البلدة الصغيرة التي كان ينتمي لها تبادل معها الحديث حول البلدة ومن هنا بدأ يوليها اهتماما لانها تذكره ببلدته وسعى لتشكيل فريق طبي لتشخيص حالتها وكي يعالجوها تحسنت السيدة وطلبت من الطبيب ان يسمحوا لها بمغادرة المستشفى وستعود كل يوم لمتابعة العلاج تفاديا لتراكم الفواتير عليها لانها تعلم ان المبيت بالعيادة مكلف ابلغها كيلي بان حالتها تستوجب ان تبقى بالمستشفى تحت المتابعة وقسم الحسابات ابلغوها انها ستقوم بتسديد الفاتورة بالتقصيد ولكنها كانت قلقة من المبلغ وفي النهاية انتظرت تسليم الجدول الزمني لسداد الفاتورة ومعرفة المطلوب منها فوجدت الفاتورة كالتالي 500 دولار في قسم ما و2000 دولار اقامة و12000 دولار مقابل عمليات كذا وكذا وكذا فقد قامت بالعديد من العمليات وشفاها الله استجمعت شجاعاتها لتلقي نظر على اجمال المبلغ المطلوب في اخر الفاتورة فوجدت انه يقترب من ال40000 دولار ولكنها وجدت ختم بارز في نهاية الفاتورة يقول تم دفع المبلغ بالكامل وبتحت هذا الختم كان هناك جملة مكتوبة بخط اليد تم سداد قيمة الفاتورة بكوب من اللبن قمت بدفعه من قبل موسيقى واجه جورج بانج صاحب كوشك اللي بيع الايس كريم خلال المعرض الدولي في سانت لويس بالولايات المتحدة الامريكية سنة 1904 مشكلة كبيرة وهي نفاذ نفاذ علب الايس كريم بسبب تدفق الزباين بشكل غير عادي على الكوشك وبخته زوجته قالت انك لم تقدر حجم الاقبال على الكوشك في اثناء المعرض ولم تجلب اعدادا كبيرة من العلب الفارغة تواجب الطلبات المنتظرة وغادرت لزوجة الكوشك وهي تصرخ وتوبخه بالكلام واشتد الخلاف وشعرت ان زوجها اهضر فرصة ثمينة يزيد بها الدخل لم يكن امام جورج خيار سوى البحث عن بديل سريع للغائلة بغير المتوفرة لان شراؤها سيتطلب انتظارا يمتد ربما لاكثر من اسبوع كما ان جورج لن يستطيع ان يغلق الكوشك ويعود الى منزله لان الزوجة ستستقبله بمزيد من التوبيخ والعتاب الذي لم يتوقف كان الحل الوحيد امام جورج ان يلف فكرات الايس كريم على شرائح من البسكويت الوفل الذي يبيعه هو الاخر فوجئ جورج بقبول الزباين لهذا الخيار الجديد بل تفضيله على العلب التقليدية فسارع جورج الى تسجيله كاختراع جديد ساهم في شهرته وانتشار اسمه وافتتح بعده بسكوتة الايس كريم لزوجته فيما بعد وكان ينسب لها الفضل في انها من قامت بذلك فافتتح بعدها مثل ما قلنا محلات بعنوان بيع الايس كريم بالبسكويت فهو يؤمن ان انفعال زوجته بسبب اهماله دفعه الى البحث عن حل يساعده في مواجهة المشكلة التي تسبب فيها يعتقد جورج ان لو ان زوجاته تعاملت بتسامح مع هذا الخطأ فلن يفكر في اي حل اخر كان سيغلق هذا الكشك ويعود الى المنزل يسترخين هذا الايس كريم بشكله الشهير جدا الكونو او الويتش ومختلف الاشكال من الايس كريم التي تمزج بين الايس كريم والبسكويت كان جورج هو صاحب الاقتراح بسبب خلاف مع زوجته اغلب النجاحات جاءت من المعاناة ونتيجة لضغوط والحاح وشقاء فكلما كنت في مأزق عملت بكل مثابرة لكي تخرج منه وربما تأتيك فكرة من هذا المأزق تخرج باختراع من اكبر الاختراعات في يومين من الايام ومن قصة الطبيب والسيدة الفاضلة تعلم ان تفعل الخير دوما ولا تشعر بانه صغير افعل الخير لا تنتظر مقابل فالمقابل سيأتيك سيأتيك الناس نوعان منهم من يتذكر انك فعلت من اجله الكثير فيحترمك ويقدرك كثيرا ومنهم من يتذكر انك فعلت من اجله الكثير فيكثر من استغلالك اكثر ولكن علينا ان نتعامل مع كليهما لا تحزن على طيبتك وحصن رنك بالاخرين فان لم يوجد في الارض من يقدرها ففي السماء من يباركها اصلح نفسك من فضلك يصلح لك الناس لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر اعمل للدنيا بقدر بقارة وللآخرة بقدر بقائك فيها اعمل لدنياك كأنك تموت غدا كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فإذا تخيلت أن النهاية غدا ستحسن من كل أعمالك وإذا تخيلت أن النهاية أمامها الكثير ستكتهد جدا في حياتك ولكن أنهايات أبقى وأعم وأشمل راحت الجسد في قلة الطعام وراحت النفس في قلة الآثام وراحت القلب في قلة الاهتمام وراحت اللسان في قلة الكلام كده خلصنا نهاردة كلام معلمين الجمعة وحلقة من أجمل حلقات الحقيقة وارب تكون عجبتكم تعالوا نعرف الراديو تسعين تسعين يوم السبت هيكون فيها برامج يوم السبت في الراديو تسعين تسعين برامجنا بتبدأ الساعة اثنين الظهر وبرنامج اللقاء السبت مع أستاذة معتزة مهبة وبرنامج بيطرح المشاكل والقضايا المعصرة لمدة تسعتين أما في تمام الخامسة برنامج ماذا ولماذا مع دكتورة نائلة عمارة وهو أيضا برنامج يناقش المشاكل الاجتماعية والقضايا السياسية المعصرة الساعة 8 دق يا مزيكة عبدالفتاح مصطفى حالة من الموسيقى الشعبية الجميلة والغناء الشعبي وحالة جميلة جدا نصحك تتبعها كل يوم جمعة وسبت وحلقة السبت ساعة 8 دق يا مزيكة مع عبدالفتاح مصطفى وكمان ضيف الحلقة هو الفنان شعبان عبدالرحيم الجولة الإخبارية اليومية في تمام الحديقة عشر وبرنامج آخر اليوم أخبار وأهرام جمهورية الدنيا حصل فيها أي طول اليوم وكمان موضوع خفيف للنقاش اجتماعي هم المجتمعين وساع على الهواء يوميا في آخر اليوم مع منتصف الليل ودقات منتصف الليل يعود كلام المعلمين من جديد على الراديو تسعين تسعين هواها مصري بفكركم إن شاء الله بكرة هيكون عندنا فريق هوس المغناخانة بشكلها الجديد أو بأعبقها الجداد واختلافها ومزكتها ويعودوا بقوة من خلال هاوس باند هيكون ضيوفنا إن شاء الله بكرة في كلام معلمين السابت على الراديو تسعين ساين وهيكون كمان عندنا من أنت لكن الملف هيبقى السابت لبعضه إن شاء الله شكرا لحسن المتابعة لحسن وجودكم معنا يارب تكونوا تبصتوا أنا تبصتوا جدا طول ما أنا معاكم احنا مقصودين دايما أنتم معنا أصباح العلف خير أيامكم سعيدة سلام عليكم